البرلمان البنيني يصوت ضد مشروع تعديل الدستور 9900 المقدم من طرف رئيس البلاد باتريستالون حيث صوت له 60 نائبا مقابل 22 صوتوا ضده وهو ما لم يخوله الحصول على 34 نواب المحددة في 63 نائبا ويثير مشروع القانون المرفوض من طرف نواب الجمعية الوطنية في بنيه الكثير من الجدل حيث خرجت المعارضة في مسيرة راجلة ضده انتهت باحتجاج أمام مبنى الجمعية الوطنية في العاصمة بورتونوفو ودعت المعارضة الرئيس البنينية إلى سحب مشروع تعديل الدستور معتبرة أنه لا يستجيب لأولويات الشعب البنيني وانتظاراته كما احتج ضده عشرات القضاة واعتبروا أنه يكرس ارتهان القضاء للسلطة ودعوا البرلمان إلى عدم التصويت عليه وكان باتريس طالون قد دعى البرلمان إلى عقد دورة استثنائية لنقاش مشروع القانون المعدل للدستور وقال إن مشروع القانون لا يؤسس لجمهورية جديدة ولا يلغي الدستور القديم للبلاد وإنما يحمل تعديلات وصفها بالجوهرية من أجل تكريس الديمقراطية وتعزيز مكتسباتها وينص مشروع القانون على أن للرئيس مأمورية واحدة من ست سنوات غير قابلة للتجديد فيما يحق للنواب تجديد مأمورياتهم مرة واحدة ويعتبر مشروع القانون أن الرئيس والحكومة يعتبران مستقيلين من مهامهما بعد إدانتهما بارتكاب خيانة عظمه ويشترط في المترشح للرئاسة البنينية ألا يقل عمره عن أربعين عاما وأن لا يزيد على سبعين سنة